اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الماضي الذهاب الى يوفنتوس بالاتفاق مع وكيله من ريولا يبحث برشلونة عن ضم مدافع قوي ومميز ولا يجد افضل من ديليخت في الفترة الاخيرة وفقا لما ذكرته الشبكة الايطالية ويريد استغلال وضعه غير المستقر في يوفنتوس لاقناعه برحيل لكن من المتوقع ان تكون الصفقة سهلة على برشلونة خاصة ونادي الاخت لايسا من اللاعبين الذين يستسلمون بسرعة بعد ان كلف غازين يوفنتوس خمسة وسبعين مليون يورو جدد نادي يوفنتوس الايطالي عرضه لضم اخوان ميراندا احد نجوم فريق برشلونة الشباب وفقا لتقارير صحفية اسبانية بحسب صحيفة اسبارت الاسبانية يرغب يوفنتوس في التعاقد مع ميراندا وارد يوفنتوس ضم ميراندا في الصيف الماضي وتواصل الفريق الايطالي مع البارس عدة مرات لكنه لم يتوصل الى اتفاقه الان مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية قدم اليوفي عرضا قيمته عشرة ملايين يورو بالإضافة الى خمسة ملايين يورو كمتغيرات موجود بند يتحوى حقية اعادة الشراء لبرشلونة ميراندا يلعب الان على سبيل الاعارة الى شلك الالماني منذ الصيف الماضي وعمض عدة مبارية على مقاعد البودلاء قبل ان يبدأ اللعب في المبارية الثلاث الاخيرة كشفت تقارير صحفية اسبانية ننتي بارشلونة الاسباني مهتم بالكونغولي ميب بينزا احد نجوم الدوري التونسي بحسب صحيفة اسبورت الاسبانية يريد اريكا بيدالا سيكيرتير الفني لبرشلونة ومساعده رامون بلاني ستعقد مع لعب الملعب التونسي تفيد صحيفة الاسبانية ان بارشلونة تلقى تقارير جيدة جدا عن ميب بينزا وادائه وتمكن المهجم الكونغولي البلغ من العمر 19 عاما من تسجيل 6 اهداف في اخير اربع مباريات مع الملعب التونسي يشير التقرير الى ان ما يثير اهتمام بارشلونة هو سرعة مب بينزا وتحركاته في الملعب اتمت الصحيفة مشيرة الى ان الملعب التونسي لا يعتزم بيع مب بينزا بمبلغ يقل عن 500 الف يورو اختار اتحاد لاعبين المحترفين باسبانيا نجم الارغويني لوي سوريز مهاجم بارشلونة افضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي بحسب صحيفة الموندو دوبرتي فوفاين سوريز الذي يتم عامه الثالث والثلاثين بعد ايام نجح خلال شهر الماضي في تسجيل ثلاثة اهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة ولعب النجم الارغويني دورا رئيسيا في الاهدف العشرة الاخيرة لبرشلونة بالليغة حيث سجل اربعة اهداف وقدم ست تمريرات حاسمة يعاني بارشلونة من غياب البديل المناسب القادر على تعويض سوريز وبينما يتوصل بحث النادي الكتالوني على خليفة هدفه الارغويني لضم الصيف المقبل كشف احد الصحفيين الايطاليين ندى دي استونفلا الانجليزي قدم عرضا لنادي ميلا من اجل الحصول على خدمة اللعب كريستوفا بياتيك خلال موسم الانتقالة الشتوية الحالية يسعى استونفلا الى ضم مهجم جديد هذا الشهر بعد تعرض اللعب ويسلي لقطع في الرباط الصالبي وسيغيب اثر ذلك حتى نهاية الموسم الحالي ذكر الصحفي الايطالي شهير نيكولا شيريا ان استونفلا بدى مفاوضاته معميلا في سبيل التعاقل مع كريستوفا بياتيك في فترة الانتقالة الشتوية الحالية وتابع ان استونفلا قدم عرضا بلغت قيمته المالية 28 مليون يورو لنقل اللعبي صاحب الرابعة والعشرين عاما الى الدوري الانجليزي واشار الى ناستونفلا ينوي منح اللعب البولندي عقدا سريا حتى 2024 مع ناتب سنوي 3 ملايين يورو الى جانب المكافآت ينوي ندى تشيلسي الانجليزي استغلال لعب الفرق الكروي لفجيرو لحصم صفقة تعاقد مع لعب ليون الفرنسي موسا ديمبلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية ويعد ديمبلي ابرز اهدف تشيلسي في المركات الشتوية لتعزيز خط هجوم الفريق حيث يسعى المدرب فرانك لامبرد الى تقوية النحية الهجومية وتوفير الدعم للشاب تامي ابراهاما ذكرت صحيفة ضاصان الانجليزية ان تشيلسي يسعى جهدا لحصم صفقة موسا ديمبلي هذا الشهر على الرغم من اصرار ليون على عدم رحيله وافدت ادارة نتل انجليزية واغراء ليون عن طريق تقديم صفقة قيمتها 40 مليون جنيه استرليني لجانب خدمات يوليفي جيرو من اجل اقناعهم بفكرة باير ديمبلي تحوم التكهنات بقوة في الفترة الاخيرة حول مستقبل جيرو حيث رطبط بامكانية الرحيل عن ستانفورد براتش وهو ما المح اليه لامبرد واضحت صحيفة ان تشيلسي يعلم جيدا ان جيرو كان مطلوبا لدى ليون في وقت سابق ومن ثم فهو يسعى الى استغلاله لحصم صفقة ديمبلي بنجاح ياملو ارنستو فالفيرتي المدير الفني لبرشلونة في التتوجي بكاس السوبر الاسبانية التي ستنطلق منافساتها اليوم في مدينة الجدى السعودية بمشاركة اربعة فراق وبحسب صحيفة موندو دوبرتيفول كتالونية في نوفالفيردي يطمح لمعادلة رقم بيبي جوارديولا ويهاني كرويف كاكثر المدربين المتوجين بهذه البطولة حقق جوارديولا كاس السوبر الاسباني مع برشلونة ثلاث مرات من قبل عوام 2009-2010 و2011 ونفس الامر بالنسبة للراحل يوهاني كرويف الذي حقق اللقب عوام 91-92-94 اما فالفيردي ففاز بكاس السوبر المحلية مرتين من قبل الاولى كانت مع اتلاتيك بالباو عام 2015 والثانية على رأس برشلونة في 2018 ويتساوى فالفيردي حاليا مع الاسباني خافير ايروريتا والهولنديين ليو بينهاكر وفرانك ريكارد والارجنتني هكتور كوبر ولكل منهم لقبان ويلتقي برشلونة مع اتلاتيكو مادريد في نصف نهاء البطولة اكد يانو بلاك حاريسي من مع اتلاتيكو مادريد فريقه مستعد لمواجهة التحدي في كاس السوبر الاسباني ومنافسة برشلونة في الدور نصف النهائي يلقي اتلاتيكو مادريد نظيره الكتالوني في منافسة تستضيفها المملكة العربية السعودية نشر الموقع الرسمي لشبكة قنوات يوروسبورت الصريحة اوبلك وقال اعتقد اننا في حالة جيدة نحن مستعدون لهذا التحدي وانا متاكد من ان الفريق باكمله واثق للغاية لاننا اغلقنا وابادانا العمى بالفوز اضاف يمكننا الدخول في المباراة بثقة واللعب بافضل طريقة ضد فريق عظيم مثل برشلونة واكد اوبلاك برشلونة واحد من افضل الفرق في العالم والذي افضل لعبين في العالم وبالتالي ستكون مباراة جيدة للغاية واتم انها مباراة كبيرة انها ما نحب ان نلعبه سنواجه فريقا قويا للغاية ولكن لدينا ايضا صفات اذا لعبنا باسلوبنا وبافضل طريقة يمكننا التنفس معهم وامل ان يكون هذا كفيا ونحسم التاهل للنهائية اكد الفرنسي رافي الفران ودفع فريق ريال مادريد ان فريقه يرغب في التتويج بكاس السوبر الاسباني مشيرا الى انه مع زملائه فيلوس بلانكوس سيقدمون كل ما لديهم لحظ اللقب وذلك خلال حديثه قبل مباراة فالانسيا يواجه ريال مادريد نظيره فالانسيا في السعودية بنصف نهاية السوبر وقال فران في المؤتمر الصحفي عشية المباراة السوبر الاسباني بطولة مختلفة عن ايات مسابقة اخرى نحن نعرف مدى همية تلك البطولة نريد ان نتنافس والحصول على الكاس وان نبدأ عام 2020 بالحصول على لقب وبشكل جيد واضاف يجب علينا ان نتكيف مع نظم الجديد للمسابقة ونتنافس وانا لست مهتم كثيرا بالنظم الجديد هناك لقب على المحك ونريد الحصول عليه نحن لعبون محترفون وسنتكيف مع اي شيء عزيزي متابع قناة عرب قول من برأيك سيفوز بكاس السوبر الاسباني بين الفرق الاربعة شاركنا برأيك شكرا شكرا